السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد على قناة Learn English and French with Asma سعيدة بلقائكم مشاهدي الأعزاء أتمنى أن تكونوا بألف ألف خير وصلنا إلى الدرس العاشر من سلسلة تعلم لغة فرنسية من الصفر للمبتدئين إذا كنت تشاهدوني لأول مرة فأنصحك بالبدء من الدرس الأول الذي ستجدون ربطه في صندوق الوصف وأذكركم أن دروس هذه السلسلة مترابطة فيما بينها فأدعوكم إلى مشاهدة هذه الدروس بالترتيب وفق القائمة التي وضعت لكم رابطها في صندوق الوصف أيضا لكي لا أطيل عليكم لنبدأ على بركة الله هو الضمير هو باللغة الفرنسية إيل ردد معي إيل كلمة هي نقول أل ردد معي أل مرة أخرى كيف أقول هو إيل جيد هي أل ممتاز أل تذكرون كيف أقول أكل يأكل فعل الأكل هو مانجي أجبني عزيزي المشاهد على هذا السؤال إلى أي مجموعة ينتمي هذا الفعل؟ ولماذا؟ أحسنت ينتمي إلى المجموعة الأولى والتي تضم الأفعال التي تنتهي ب أ أي تنتهي ب قلنا أن أر في نهاية الأفعال تعطي الصوت أنا أكل أقول جمانج 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 الآن هو يأكل استمع جيدا يبقى الفعل كما هو مع تغيير الضمير أنا أكل جمانج هو يأكل المانج هل يمكنك أن تحذر كيف أقول؟ هي قلنا الضمير هي باللغة الفرنسية رائع المانج هي تأكل الآن كيف أقول؟ هي تأكل كعكة فهل تكلّم ما يتكلّم هو كيف أقول أنا أتكلّم؟ أحسنت قاعدة بالنسبة لأفعال مجموعة الأولى والتي تنتهي بأ مثل بارلي مانج مع ج إل وآل الفعل يأخذ أ في آخر الفعل يعني نحذف أر ونضع أ مع أنا هو هي جبارل تذكرون كيف أقول أنا لا أتحدّف أي صيغة النفي؟ نستعمل نبارل أحسنت جنبارل جنبارل إذا قلتها بسرعة أقول جنبارل 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 ردد معي بصوت مرتفع جنبارل جنبارل الآن كيف أقول؟ هو لا يتكلّم بإذا كانت إجابتك صحيحة؟ أحسنت أحسنت كلمة لماذا باللغة الفرنسية؟ ردد معي الآن أسأل لماذا؟ أحسنت أحسنت تذكرون كيف أقول معك؟ جيد أفكتوا أفكتوا الآن كيف أقول لماذا لا تتحدّث معك؟ هي أو لماذا هي لا تتحدّث معك؟ أحسنت ردد معي بصوت مرتفع أحسنت فعل المعرفة هو فعل صفواغ عرف يعرف أو عل ما يعلم نقول صفواغ 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 أنا أستطيع أو أنا يمكنني أقول جو پو جو پو ردد معي جو پو كيف أقول؟ أنا لا أستطيع جرب أنت أيضاً أنا لا أستطيع ممتاز كيف أقول؟ أنا لا أستطيع أن أعرف أحسنت جون بو با صفواغ جون بو با صفواغ لاحظوا هنا لدي فعلين متتاليين قلنا القاعدة في الدرس السابق عندما يكون لدي فعلان متتاليان أصرف الأول وأضع أثاني في صغته الأولية أي بدون تصريف فعل صفواغ هي صغة الفعل الأولية أو العادية بدون تصريف جون بو پو پا صفواغ لا يمكنني أن أعرف الآن لماذا لا تتحدث معك؟ لا أستطيع أن أعرف أدعوك عزيزي المشاهد لكتابة هذه الإجابة في التعليقات فعل صفواغ مصرف في الحاضر مع أنا أي أنا أعرف أقول جو سي جو سي هل يمكنك أن تحذر كيف أقول أنا لا أعرف؟ أحسنت جو نسي پا جو نسي پا كلمة لماذا باللغة الفرنسية هي أجبني بصوت مرتفع پوركوا پوركوا هي لماذا الآن أكتب في التعليقات كيف أقول أنا لا أعرف لماذا جو نسي پا پوركوا جو نسي پا پوركوا فعل فهي ما يفهم هو كامبخاندر 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 أنا أفهم أقول جو كامبخاندر جو كامبخاندر فعل كامبخاندر لا يصرف مثل مانجي وпарلي لأنه لا ينتهي بأر يصرف بطريقة أخرى سنسترق إلى كل مجموعة إن شاء الله في الدروس المقبلة الآن تذكر أن جو كامبخاندر أنا أفهم جو كامبخاندر ردد معي جو كامبخاندر كيف أقول أنا لا أفهم بالطبع بالطبع جو نكمبخاندر جو نكمبخاندر أنا لا أفهم الآن كيف أقول أنا لا أفهم لماذا هي لا تتحدث معي أنا لا أفهم لماذا لا تتحدث معي لنقل العبارة جملة واحدة حاول أن تتدرب عليها وتنطقها مثل ما أنطقها أنا جو نكمبخاندر لا تتحدث معي لنقل معي أن تقوم بي أو فعل يفعل هو فعل ردد معي كيف أقول أنا أفعل ذلك أقول أحسنت س هي ذلك أو هذا أنا أفعل ذلك أو أنا أفعل هذا الآن كيف أقول هي تفعل ذلك أحسنت هي تفعل ذلك لاحظوا أن يعني أفعل المجموعة الأولى مثل الأفعل تأخذ مع أنا هو هي لننظر إلى أفعل في مجموعة تانية مثلا هي تنطق نفس الشيء ولكن تكتب بطريقة مختلفة مثلا فيها س صامت في آخر الفعل و الف فيها ت صامت في آخر الفعل مثلا أنا أستطيع كيف أقول هو أو هي تستطيع فكر قليلا أحسنت هو يستطيع أو هي تستطيع يجب علي أقول جدوى جدوى أنا يجب علي أقول جدوى جدوى يجب عليه الدوى يجب عليها الدوى تذكرون كيف أقول أنا أعرف أنا لا أعرف أقول جنسي 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 الآن لنركبها في عبارة أطول كيف أقول أنا لا أعرف لماذا هو لا يتحدث معي جنسي 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 هل كانت إجابتك صحيحة ممتاز الآن هي لا يجب عليها أن تفعل هذا لا يجب عليها أقول أحسنت ردد معي بصوت مرتفع تذكرون كيف أقول هي لا يمكنها هي يمكنها أقول هي لا تستطيع أو لا يمكنها أحسنت الآن كيف أقول هي لا تستطيع فعل ذلك أو فعل هذا استمع جيدا هل كانت إجابتك صحيحة أحسنت الجميع أو كل الناس يعني الكل نقول طو الماند طو الماند طو تعني كل طو طو الماند حرفيا معناها طو الماند أي الجميع الجميع جيد 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 جسي جسي كيف أقول هو يعرف إلسي الآن كيف أقول باللغة الفرنسية الجميع يعرف تذكرون كيف أقول الجميع طو الماند طو الماند طو الماند سي يعني الجميع يعرف طو الماند سي الجميع يعرف لماذا هي لا تتحدث معك ممكن توقف الفيديو وتفكر على مهلك في الإجابة طو الماند الآن نفس الشيء نفس الشيء هي لامام شوز لامام شوز لامام يعني نفسه الشيء هي شوز لامام شوز نفس الشيء ردد معي لامام شوز تذكرون كيف أقول الجميع أو الكل لنترجم هذه العبارة إلى اللغة الفرنسية يجب على الجميع فعل الشيء نفسه أو حرفيا الجميع يجب عليه فعل الشيء نفسه السمع جيدا طو الماند دوى فعل مم شوز طو الماند دوى فعل مم شوز طولي جوغ هي كل يوم طولي جوغ ردد معي طولي جوغ طولي جوغ حرفيا تعني كل الأيام طو لجوغ طولي جوغ كيف أقول هي تفعل هذا كل يوم الفيس طولي جوغ الفيس طولي جوغ كيف أقول أنا لا أفهم لماذا لا يفعل الجميع نفس الشيء أنا لا أفهم لماذا لا يفعل الجميع نفس الشيء ممكن توقف الفيديو وتحاول أن تترجم هذه الجملة على مهلك المشاهد إلى الإجابة على سؤال تميز وترك إجابتكم في التعليقات كنت سعيدة جدا بلقائكم متابعي الأعزاء لا تنسوا أن تشاركوا على صفحتي في الإنستغرام learn english with asma كان هذا هو درسنا لليوم شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في درس جديد اشتركوا في القناة